بعد التغيير السياسي الكبير الذي شهده السودان عاد الحديث مجددا عن إمكان استثمار الإمكانات الزراعية السودانية لسد الفيوة الغذائية التي يعاني منها العالم العربي ويقدر حجمها بنحو 33 مليار دولار بحسب الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي والحديث عن أن يكون السودان سلة لغذاء العالم العربي ليس جديدا فقد نشأ هذا الحلم خلال عهد الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري وبدأت تنفيذ الفعلي بعدد من المشاريع والاستثمارات العربية لكن الفساد الواسع والبيروقراطية التي عانت منهم البلاد خلال عهد النظام السابق جعلته حلما صعب المنال فهناك أكثر من 80 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراع في السودان وهي تنعم بتوافر مياه الرئي وسط التنوع مناخي يشمل وجود مناخ البحر الأبيض المتوسط في منطقة جبل مرة بولاية دارفور كما أن السودان يمتلك أكبر مشروع للرئيس السيابي في العالم وهو مشروع الجزيرة الذي تم تأسيسه في العام 1925 وتم تدميره تماما خلال سنوات حكم النظام الإخواني المباد وبحسب تقديرات الهيئة العربية الملكورة فإن إعادة تأهيله لتحقيق الأمن الغذائي العربي سيكلف نحو 60 مليار دولار ولا يقتصر الأمر على الإنتاج الزراعي فحسب إذ إن السودان طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة لسنة عشر وألفين يعتبر الدولة الأولى في العالم من حيث إنتاج لحوم الإبل إذ ينتج نحو 50 ألف طن متر من لحوم الإبل سنويا كما أن السودان هو الأول عالميا من حيث إنتاج قصب السكر وهو الثاني عالميا من حيث إنتاج ألبان الأبقار الطازجة بنحو 5.3 مليون طن متر سنويا كما أن السودان هو الخامس في العالم لجهة إنتاج البصل المجفف بـ 1.1 مليون طن متر سنويا وبالنسبة إلى الموز ياتي السودان في المرتبة السابعة عالميا ويحتل السودان المرتبة الحادية عشر عالميا في إنتاج الطماطم كما أن السودان يملك قدرات كبيرة لإنتاج الفول السوداني والمانجو والجوافة والخضروات